موسيقى وقاعت شركة جينولر الالكتريك اتفاقية لتزويد مجمع التحليل بيترو الكيميائيات الذي يتنفذه شركة كربون القابضة بمعدات توريد الكهرباء وتحليل المياه وفي لقاء مع سين بي سي عربية أكد رئيس التنفيذي للشركة بشرق أوسط شمال إفريقيا نبيل حبايب أن جينولر الالكتريك تحتزم زيادة استثماراتها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة نحن في كل المجالات التي فيها البناء التحتية في مجال البترول والغاز في مجال الكهرباء والمياه في مجال الصحة في مجال السكك الحديد في مجال الطيران فكل شيء يتعلق في البناء التحتية في المنطقة وخاصة في مصر نحن نقدم الخدمات لها حجم الاستثمارات التي ضخطتها جينولر الالكتريك في مصر في الفترة الأخيرة نحن الاستثمارات هلأ إن شاء الله عم بتزيد يعني ما رح قال لك قديش الكمية الاستثمارات بس إن شاء الله أعلننا نيتنا إنه نستثمر أكتر أكتر في مصر في مشاريع اللي هي بتساعد كمان بالبناء التحتية وأهم إنه مساعد الاقتصاد اللي بيحسن في مصر والمهم فيها أكتر شيء كمان هو إنه كيف بيساعد التوظيف والتدريب والتحسين بالنسبة للشباب اللي في المنطقة بس فيه نية أو فيه خطة للشركة للتوسع فصول مصري خلال الفترة القادمة أكيد إحنا عنا مشاريع كتير كبيرة وعم نحكي مع بارتنرز في مصر وهون الشركاء معنا من القطاع الخاص ومن القطاع العام حتى نشوف كيف فينا نساعد في نمو الاقتصاد وفي بناء البناء التحتية في المنطقة الشراكة مع شركة كاربون القبضة الشراكة مع شركة كاربون سيد باس البز أيوة الشراكة هاي كتير مهمة عشان هذا مشروع اللي هو بيساعد الاقتصاد وبيساعد بالنسبة للتوظيف وإحنا بالنسبة للمعدات والخدمات اللي بلقناة نقدمها لمشروع مثل هاي هو شيء يعني كتير مهم بالنسبة لألنا ونفس الوقت لما نعمل الاستثمار في المشروع هيدا بتشوف يعني بتأكد احنا على هميتنا للمنطقة ولمشروع هيدا بالذات مساهمة جنرال إليكتريك في المشروع كوميتها دي هيدا بنعلنها بعدين في الفترة الأخيرة الحكومة المصرية علنت صراحة أنها تشجع المستثمر الأجنبي فتحت الباب بشكل واسع أمام الاستثمارات بالتحديد في القطاع الطرقة وانتو شركة بتستثمر أريدي في هذا القطاع شايفين إزاي رؤيتكم من الاستثمار في مصر في القطاع في ظل ربما التسهيلات الحكومية خاصة بعد موضوع تعريفة الطرقة الجديدة والمتجديدة وفتح الاستثمارات في مجال الطرقة عموما أنا بدي أتصور أن الحكومة عملت خطأ كثير مهمة بالنسبة لتحسين القطاع الكهرباء بالنسبة للقوانين والتاريف ريتس اللي عملوها والسبسدي اللي هي بتشجع المستثمرين مثلنا أحنا يجي تستثمروا في قطاع الكهرباء اللي عنا حلول قدمناها أحنا للأشخاص المسؤولين عن الكهرباء في مصر وأحنا مستعدين دائما على المساعدة بنفس الوقت أحنا على اتصال مع المستثمرين في هذا المجال حتى نشوف كيف نحط حلول للكهرباء إذا كان عن طريق الـ Renewable Energy ولا الـ Combined Cycle Power Clients